جملة من الإخوة قالوا بأنه لا بأس بالإشارة إلى مسألة قول اللغوي ولو إجمالا لدقائق هذه المسألة التي هي كثيرة الدوران على الألسن وكثيرة الاستفادة منها وأيضا محل الكلام بين الأعلام في المقدمة لا بد أن يتضح عندما نقول قول اللغوي ليس المراد من قول اللغوي يعني الإجتهادات التي يجتهدها ويعطي فيها رأيا في مثل هذه المسألة يتساوى هو والفقيه أو المفسر أو أي شخص أخر في هذا المجال ليس قول اللغوي حجة لا في تعيين الحقيقة والمجاز ولا في بيان موارد الاستعمال وإنما عندما نقول قول اللغوي حجة يعني ما يرتبط بنقله وتثبته وتفحصه إما للحقيقة والمجاز فيقول أن اللفظ الكذائي موضوع للمعنى الكذائي حقيقة وإما لبيان موارد الاستعمال لا على أساس الاجتهاد والنظر ونحو ذلك وإلا ما الفرق بينه وبين الفقيه هو أيضا يستطيع أن يراجع ويكون له نظر آخر في المسألة هذا أولا الأمر الثاني أنه عندما نقول قول اللغوي قول اللغوي أعزائي تارة يراد لأجل بياني أن هذا المعنى المستعمل فيه اللفظ هل هو حقيقي أو هو مجازي وفي الأعم الأغلب عندما يرجع إلى قول اللغوي يرجع إليه في هذه الجهة يرجع إليه في هذه الجهة وأخرى يرجع إلى قول اللغوي لبيان موارد استعمال هذا اللفظ أعم من أن يكون هذا الاستعمال حقيقيا أو أن يكون ذلك الاستعمال مجازيا بالأمس أشرنا إلى أننا نحن نقول بحجية قول اللغوي في موارد الاستعمال يعني كالمثال الذي أشرنا إليه بالأمس أننا لا نعلم أن الصعيد مستعمل في خصوص التراب أو في مطلق وجه الأرض ومن الواضح أنه هل تترتب ثمرة فقهية على هذا أو لا تترتب نعم تترتب فلا فرق بعد ذلك أن يكون هذا الاستعمال استعمالا حقيقيا أو أن يكون استعمالا ماذا غير حقيقي فإن الفقيه يستفيد من ذلك وكذلك في محل الكلام كما هو واضح يعني الآن في مسألة الغنيمة وهو أن اللغة عندما تقول الغنيمة اللغويون عندما يقولون غنيمة في أي شيء تستعمل هذه اللفظة وهذه المادة وهي الغنيمة هل هي في خصوص النحو الأول من الفوائد أو تستعمل في الأول والثاني أو تستعمل في مطلق الفوائد بما يحشمل النحو الثالث من الفوائد أيضا هذا المعنى الأعزاء إذا يردون يراجعون البحث فيه تفصيلا فبإمكانهم أن يرجعوا إلى تقيرات السيد الشهيد قدس الله نفسه لأنه بشكل تفصيلي وواضح بالنحو الذي بحثه السيد الشهيد أنا لم أجده في موضع آخر وإن كانت كلمات الأعلام فيها إشارات إلى هذا التفصيل ولكن لا بهذا النحو الذي أشار إليه سيدنا الشهيد في تقيرات السيد الهاشمي الجزء الرابع صفحة 295 حجية قول اللغوي يقول لا بد من البحث في مقامين المقام الأول في حجية قول اللغوي في إثبات موارد الاستعمال المقام الثاني في حجية قول اللغوي في تعيين المعنى الحقيقي والمجازي ثم هنا يريد إشكالا على المقام الأول قد يقال بأن تعيين موارد الاستعمال لا ينفع الفقيه شيئا يجيب على ذلك الجواب كلا هناك ثمرات عديدة يمكن تصويرها في المقام لو كان قوله حجة أي في موارد الاستعمال منها أن اللفظ إذا لم يكن يحتمل فيه تعدد المعنى كما الآن أين في الغنيمة فإن معناه واحد وهو الفائدة لأنه له معاني متعددة وإنما الشك في سعة معناه وحدوده فهل يمكن الاستناد إلى قول اللغوي لبيان سعة وضيق موارد الاستعمال أو لا يمكن فإن بنينا على حجية قول اللغوي يمكن الاستناد وإن لم نبني على حجية قول اللغوي لا يمكن الاستناد إلى ذلك ويدخل في تفصيل موارد ذلك أي الثمرات المترتبة على حجية قول اللغوي في موارد الاستعمال لا في تمييز الحقيقة عن المجاز هذا هو المورد الأول المورد الثاني اللي أشار إليه السيد الشهيد في تقيرات السيد الحائري عز إذا يريدون أن يراجعوا في الصفحة مائتين وستة وخمسين أيضا هناك لعل بياناته أوسع يعني الجزء الثاني من القسم الثاني صفحة مائتين وستة وخمسين يقول يستظهر من عبارة البعض عدم فائدة حجية قول اللغوي في موارد الاستعمال والجواب كلا فإنه لو ثبتت حجية قول اللغوي في موارد الاستعمال فإنها تكون مورد فائدة كثيرا أحدها والثاني والثالث إلى آخره هذا ولكن قد يقول قائل أنه هل يوجد أحد يقول بهذا التفصيل الجواب الجواب أنه قد يظهر ذلك أيضا من كلمات صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه صاحب الكفاية في بحث حجية قول اللغوي في الصفحة مائتين وسبعة وثمانين هذه عبارته يقول لا يقال على هذا لا فائدة في الرجوع إلى اللغة فإنه يقال التفتو إلى العبارة قلت لكم العبارة لعلها غير واضحة ولكنها فيها إشارات إلى هذا المعنى الذي ذكره السيد الشهيد فإنه يقال مع هذا لا تكاد تخفى الفائدة في المراجعة إليها أي إلى اللغة فإنه ربما يوجب القطع بالمعنى خب إذا أوجب القطع بالمعنى القطع حجة بعد هذه لا خصوصية لقول اللغوي وربما يوجب القطع بأن اللفظ في الموردي ظاهر في معنى وإن لم يقطع بأنه حقيقة فيه أو مجاز إذن يستفاد أن هذا اللفظ لا نستطيع أن نعرف أنه استعمال حقيقي أو مجاز ولكن نعلم أن هذا اللفظ موضوع ماذا؟ موضوع لهذا المعنى هس إما بالحقيقة وإما ماذا؟ وإما بالمجال ومما لا يشك أحد أن الغنيمة في اللغة موضوعة ماذا؟ موضوعة للفائدة ولكن لا نعلم أنها موضوعة للفائدة بالمعنى الأول أو الثاني أو الثالث يعني تفيد هذا المعنى موضوعة لا يروح بالمعنى الحقيقي لا مستعملة في هذا المعنى ولكن هل هو استعمال حقيقي؟ استعمال عرفي؟ استعمال متشرعي؟ هذا غير واضح من اللغة ولكنه من موارد الاستعمال يقينا تستعمل في أوسع من غناء مدار الحارب قال وإن لم يقطع بأنه حقيقة فيه أو مجاز كما اتفق كثيرا التفت إلى النكتة الأخيرة وهو يكفي في الفتوى أساسا الفقيق هو ما يتوقف حتى يقول بأنه فيه إطلاق أو لا يوجد فقا لابد أن يشخص هذا حقيقة له هذا مجاز يكفي أن يعلم أن هذا اللفظ مستعمل ماذا؟ مستعمل في هذا المعنى قريب منه أيضا حتى قريب من العبارات السيد الروحاني أيضا أشار إلى هذه النكتة وهو في منتقى الأصول الجزء الرابع عزيزي صفحة 233 هذه عباراته يقول ونتيجة البحث أنه لا دليل لدينا على اعتبار قول اللغوي سواء كان لا يفصلون هؤلاء الأعلام بين موارد الاستعمال وبين التمييز بين الحقيقة والمجاز كما فعل السيد الشهيد ولكن يستفاد من كلماتهم قال ولكن هذا الأمر عدم حجية قول اللغوي هذا الأمر لا يوجب اللغوية الرجوع إلى كتب اللغة إذ قد يحصل القطع بالموضوع له منها أحيانا كما قد يحصل معرفة ظهور الكلام في معنى ظهور الكلام في معنى وإن لم يعرف أنه حقيقة أو مجاز فيه لفظ الغنيمة له ظهور ماذا في معنى وهذا الظهور حقيقي أو ظهور مجازي يقول هذا لا يؤثر على فتوى الثقي نعم اللغوي يهمه ذلك فليبحث أن هذا الظهور ظهور حقيقي أو ظهور ماذا بالقرائن هسا إما القرائن اللفظية إما القرائن الموريدية إما القرائن السياقية إما قرائن شأن النزول هذه أمور أخرى إما قرائن الحرف المتجرحي إما القرائن الحرف العام هذه أبحاث أخرى وهذه تكفي أن الفقيح عندما يصل إلى هذه المفردة يفتي على أساسها أنها تفيد العموم أو لا تفيد ماذا أو لا تفيد العموم وإن لم يستطع أن يميز أنها حقيقة أو مجاز كما قد يحصل معرفة ظهور الكلام في معنى وإن لم يعرف أنه حقيقة أو مجاز فيه بملاحظة بعض القرائن والخصوصيات ومثل ذلك يكفي فائدة للرجوع إلى كتب اللغة وهذا مما ذكره في الكفاية في آخر بحثه المزبور اللي أشرنا إليه قبل قليل جيد إذن نرجع إلى محل الكلام أعزائي وهو أننا قلنا أن اللغة